ليست وحدها أرقام كورونا ما يدق ناقوس الخطر في لبنان هذه الأيام فإذا كانت الإصابات التي تضاعفت أعدادها بين أمس واليوم تستدعي إجراءات استثنائية من السلطات الرسمية والتزاما أكثر جدية من الناس فإصابة البلاد بوباء الانهيار الشامل تستدعي دقة كل النواقيس وتجاوبا كاملا من جميع المعنيين مع مضمون رسالة رئيس الجمهورية ولا سيما دعوته إلى الحوار حول بنود اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي بدل التلهي بالمناكفات والمزايدات المعتادة التي لا تنفع إلا في تعميق الحفرة التي أوقعت المنظومة نفسها فيها بفعل ممارساتها القذرة على مدى ثلاثين عاما وهي تواصل اليوم الحفر عوض البحث عن سبل الإنقاذ فالمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة تواصل الحفر بالتعطيل المستمر للحكومة فيما المطلوب سلطة تنفيذية فاعلة لإدارة البلاد واتخاذ القرارات والتعامل مع الجهات الدولية بما ينتج حلولا ومساعدات والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة تواصل الحفر بضرب القضاء هربا من العدالة في قضية انفجار المرفأ وتهربا من التحقيق في سائر ملفات الفساد بدءا بالتطقيق الجنائي وليس انتهاءا بكل مسارات التحقيق في ملفات الفساد التي تنام في الأدراج والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة تواصل الحفر بتفريغ الاستحقاق الديمقراطي المقبل من المضمون فبعد التلاعب بالقانون تتواصل محاولات استثمار الأزمة لكسب أصوات الناس سواء عبر الرشاوة المباشرة أو تلك المقنعة بعنوان الإعانات والمساعدات غير أن ملف الانتخابات النيابية وضع اليوم على السكة الصحيحة زمنيا مع توقيع الرئيس العماد ميشيل عون مرسوم دعوة الهيئة الناخبة في أيار المقبل فيما من المنتظر أن تحمل بداية العام المقبل بداية الحماوة الانتخابية التي يؤمل ألا تبردها حماوة أرقام كورونا التي منها نبدأ نشرتنا